فنانين كثير جدا قبل دخولهم عالم الفن والشهرة والرفاهية كانوا بيعانوا من الفقر الشديد كما أن بعضهم كان لا يستطيع تلبية احتياجاته ومصاريفه الشخصية وكثير جدا واجهوا الصعاب حتى يصلوا إلى ما هم عليه الآن وإحنا معانا صور مجموعة كبيرة من النجوم الذين كانوا يعانوا من الفقر الشديد قبل وصلهم إلى عالم الشهرة والرفاهية أول فنان معانا هو الفنان الراحل عماد عبد الحليم الفنان عماد عبد الحليم قبل دخوله عالم الشهرة كان بيعاني من الفقر الشديد جدا لدرجة أنه صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية أن أسرته كانت غير قادرة على شراء الصحف والمجلات من شدة فقرهم وأن في بداية تعرفه على الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان لا يعرف شكله لأن ما كانش عنده أي وسيلة من وسائل الإعلام أن ممكن يشوفه فيها كما قال أن الفنان عبد الحليم حافظ كان متبني فنيا وكان بيساعده وكان بيقدم له كل الاحتياجات المالية الفنان محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد كان بيدرس في المدرسة السنوية الصناعية بالقاهرة إلى جانب ذلك كان بيساعد والده في النجارة ثم اكتشفوا أصدقاؤه وأقاربه أنه بيتمتع بسود جميل جدا ومتميز ثم بدأ في إحياء الأفراح في المنطقة الشعبية التي كان يسكن فيها ثم انطلق مشواره الفني إلى عالم الفن والشهرة مع الفنان الراحل عزة أبو عوف في فرقة الفور إيم الفنان عمر سعد أوضح الفنان عمر سعد في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه كان بيدرس في كلية الفنون التطبيقية وكان بجانب التعليم كان بيعمل بائع تعمية في أحد المحلات كما صرح أن والده كان موظفا في شركة المقاولون العرب وكان له من الأشقاء أربع بنات وأصيب الأب بالسرطان وتوفي بسبب ذلك لأنه كان غير قادر على مصاريف العلاج كما صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في العديد من الحوارات التلفزيونية أنها من عائلة بسيطة جدا وكانت بتعيش فترة طويلة جدا في حالة شديدة جدا منها الفقر كما قالت أنها مرت بأزمات مادية ومالية كبيرة جدا في بداية مشوارها الفني حيث قالت أنها عاشت طفولة معذبة وكانت حياتها وهي طفلة كانت حياة مليئة بالمشاكل بسبب احتياجها الشديد هي وأسرتها إلى المال كما صرح الفنان تامر حسني أن حياته لم تكن سهلة على الإطلاق وذلك بسبب انفصال والديه وبالتالي أصبحت حالته المادية صعبة جدا وبدأ في السعي وتحدي الصعاب وهو كان في السن صغير جدا كما قال أنه مفيش عمل لم يعمل به كل الأعمال اشتغل فيها كما أنه اشتغل في سوبر ماركت واشتغل أيضا في محطة بنزين كما أنه صرح أكتر من مرة أن السبب فيه نجاحه هو فضل الله ثم والدته الفنان اسماعيل ياسين الفنان الكمر الراحل اسماعيل ياسين كان بيعاني في بداية حياته من حياة صعبة جدا وحياة متعبة وحياة بائسة جدا حيث توفت والدته ودخل والده السجن مما اضطروا إلى بيع المناديل في محل البيع الأقمشة إلى جانب عدد من الأعمال البسيطة قبل أن يكتشف موهبته ويدخل عالم الفن والتمسيط الفنان عادي الإمام الفنان عادي الإمام صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه نشأ في منطقة شعبية وأنه من أسرة بسيطة جدا ومتوسطة الحال كما قال أنه مر بأزمات كبيرة جدا في حياته بسبب الأزمات المالية خاصة عندما تقدم إلى زوجته فكانت أسرة زوجته غير راضية تماما عن الزواج بسبب ظروفه المادية ولكن تبدلت الأوضاع بعد ذلك وأصبح نجم مصر الأول الفنان محمد رمضان صرح الفنان محمد رمضان خلال إطلاقه وحمل التوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية تحت اسم قبل ما تسافر فكر وشاور حيث قال وقتها أنه لم يكن يمتلك في البنك إلا عشرة جنيهات ولكن يمتلك أرضا وكان والده يأمل أن يراه ناجحا كما قال أيضا في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه من عائلة بسيطة جدا وفقيرة ومتوسطة الحال وأن ظروفه كانت صعبة جدا وواجه صعوبات كبيرة جدا في حياته الفنان علي الكسار الفنان علي الكسار نشأ في أسرة بسيطة جدا وفقيرة جدا وكانت عائلة الفنان علي الكسار بتمر بضائقة مالية جديدة جدا فاضطر إلى العمل طباخا وهو لا يزال طفلا في التاسعة من عمره كما اشتغل أيضا في مهنة والده وهي الصناعة الأحزية إلى أنه لم يتقنها فتركها ودخل عالم الفن الفنان حمو بيك الفنان حمو بيك نشأ أيضا في أسرة فقيرة جدا ومتوسطة الحال كما نشر الفنان حمو بيك صورة قديمة له وهو يعمل وظهر في الصورة وهو يقوم بأعمال البناء مستعيدا ذكرياته ما قبل الشهرة كاشفا معاناته طويلة وعلق على الصورة قائلا اشتغلت جزار ونجار مسلح وسوا التوكتوك دول أشهر حاجة اللي الناس كانت تعرفها أما باقي الشغل أي حاجة تتخيلها اشتغلتها شقيان وانا عندي 12 سنة الفنان حسن شاكوش الفنان حسن شاكوش صرح أكثر من مرة أنه من أسرة بسيطة جدا وأنه نشأ في أسرة متوسطة الحال وكانت أسرة متوضعة جدا كما قال أنه اشتغل في أشغال كتيرة جدا علشان يساعد أهله وأنه منذ الصغر كان بيعاني من مشاكل كتيرة جدا وصعوبات مالية كبيرة جدا ومر بأزمات كبيرة جدا في حياته الفنان عمر كمال الفنان عمر كمال نشأ أيضا في أسرة فقيرة جدا ومتوسطة الحال كما كشف عن مهنته الأصلية قبل دخول عالم الفن والشهرة حيث نشر صورة قديمة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام صورة له وهو كان عامل في بنزينة وعلق على الصورة قائلا الحمد لله على كل شيء كنت فين وبقيت فين الفنان أحمد زكي الفنان أحمد زكي أيضا نشأ في أسرة متوسطة الحال وفقيرة جدا حيث أنه اضطر إلى دخول السنوي الصناعي بدلا من السنوية العامة وذلك لسوء الأحوال المالية حيث توفى والده وهو لا يزال عمره عام واحد كما بشرت جدته تربيته ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها بيمر بضائقة مالية كبيرة جدا الفنان قازم الساهر الفنان قازم الساهر أيضا نشأ في أسرة بسيطة جدا ومتوسطة الحال كما لجأ إلى العمل في سن صغير جدا لسوء الأوضاع المالية لأسرته حيث أنه كان بيقوم بعمل بيع المسلجات وكان والده بيعمل عسكري في القصر الملكي واكتشف أصدقائه موهبته في الغناء وهذا مما دفعه إلى الالتحاق بمعهد الموسيقى الفنان الراحل أنور وجدي الفنان أنور وجدي نشأ في أسرة فقيرة جدا ولكن مظهره الخارجي كان يوحب عكس ذلك ومن شدة الفقرة الذي كان يعاني منه قال يا رب اديني فلوس كتير قوي وخد من الصحة وبالفعل تحققت هذه الدعوة والفنان الراحل ربنا أعطاه صروة كبيرة جدا وأخذ منه الصحة بالفعل إلى أنت وفى وهو في الخمسين من عمره الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الفنان عبد الحليم حافظ نشأ في أسرة فقيرة جدا ومر بصعوبات وأزمات مالية كتير جدا في بداية حياته الفنية كما قال الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في أحد اللقاءات أنه كان بيتمنى أن يكون معاه فلوس علشان يحقق أحلامه ولما الفلوس وصلت المرض وصل معها كمان كما قال أن المرض خلاني مش حاسس بأي طعم للحياة الفنانة أنغام الفنانة أنغام في بداية حياتها الفنية كانت من أسرة بسيطة جدا فولدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والموسيقار محمد علي سليمان كان بيقول في أحد اللقاءات أنه كان من أسرة بسيطة جدا وفقيرة جدا في بداية حياته كما أنه الشقيق الأكبر للفنان عماد عبد الحليم وبدخلهم عالم الفن تبدلت الأوضاع وأصبحوا من أسرياء الوطن العربي الفنانة أحلام الفنانة أحلام تعتبر حاليا من أغنى أغنياء العالم والفنانة أحلام قالت في أحد اللقاءات أنها عانت من الفقر ووجهت الصعاب خلال أولى فترات حياتها فلم تكن تمتلك المال لتلبية الاحتياجات الأساسية كما صرحت أنها في أحد الأعياد لم تكن تمتلك هي وأختها المال لشراء مستلزمات العيد وطبعا عمر الفقر مكان عيب بالعكس الفقر مع عيزة النفس هو الغنى الكامل وأكيد ده شرف كبير جدا ليهم أنهم يحققوا كل أحلامهم ويبنوا نفسهم بنفسهم وإحنا بيتمنى للجميع كل السعادة وكل التوفيق ترجمة نانسي قنقر